أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة رغم التحديات الجسيمة التي تواجه مختلف دول العالم حاليا جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي في دول أوضاع الاقتصادية الراهنة شهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي والتقديرات الأولية لأداء الإرادات والمصروفات العامة